الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيان أنواع البدعة وحكمها الأغ فهي الإعلم أن البدعة تلغة ما أحدث على غير المثال السابق ما هي البدعة التي أحدث ولم يكن قبل موجود مثله على غير المثال السابق فهي الإعلم أن الانتقال في الانتقال في الانتقال في الانتقال وفي الشرع لا يوجد في ذلك نص من القرآن أو الحديث فهي الإعلم أن يوجد في الانتقال في الانتقال في الانتقال في الانتقال في الانتقال hemosدد النظام إبن الغربي معلكي ليس بالعمل يبيعر من الماركيين فهي происходит النظام كنت àsبدا ليت تسم بدعة أو البدعة لأنها لا يصرف Soعرف فهي أو تحدثي في الانتقال هذا وَيُزَمُ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ مَا دَعَا إِلَى دَلَالَى وَيُزَمُ مِّنَ الْمُحْدَثَاتِ مَا دَعَا إِلَى دَلَالَى أقسام البدعة تنقسم إلى الأسماء بدعة ضلالة وهي المُحْدَثَ الَّذِي يُخْلَقُ الْقُرْآن وَالْسُنَّةِ هناك دو سوق دو بدعة بدعة كي يكريتكي بدعة دوليقاء سيسكي إلنوفي الكنتردي القرآن إلى السنة وبدعة تهدى وهي المُحْدَثَ الَّذِي يُوَافِقُ الْقُرْآن وَالسُنَّةِ إِنُوفَاسِيونَ كي يدلق دي كي ينقوم فورميتي أفك القرآن والسنة عن كذا روى الحافظ البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث ما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بضعة الضلالة الحافظ البيهقي أغبطي دل إمام الشافعي dans son livre منعقب الإمام الشافعي il a dit que les innovations sont de deux sortes ce qui est innové et il contredit القرآن أو لسنة أو ce qui était rapporté des compagnons du prophète c'est-à-dire ce qui pour laquelle ils sont unanimes ou il contredit la sonnة du prophète ou ce qui était rapporté de la part des compagnons ou il contredit l'unanimité alors ça c'est de l'égardement ça c'est une innovation de l'égardement والثانية أن هناك مذموم وهو الذي يخالف الشرع والمحدثة التي لا تخالف إنما توافق ليست بمذمومة وفي فتح الباري عن الشافعي il a dit qu'on a deux sortes de بدعة une بدعة louée et une بدعة à critiquer là-bas il a dit ce qui est rapporté le prophète ce n'est pas à critiquer ici il a dit clairement à louée il a dit بدعة à louée le بدعة محمودة وهي التي توافق شيء محدث خير خير محدث يوافق c'est une chose innovée et qui est dans le bien et ne contre-dit pas القرآن والسنة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف فهو مذموم ذكر ذلك ابن حجال عسقلاني في الجزء الثالث عشر صحيفة مئتين وثالاثة وخمسون dans le livre فتح الباري 13ème volume à la part 253 que l'inchâfi il a dit on a une bonne innovation on a une mauvaise innovation la bonne innovation c'est celle qui ne contredit pas القرآن ou qu'il est en conformité avec la sunna قال النووي في كتابه تهذيب الاسماء واللغات ما نصو البدعة بيكسر في الشرح والإحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله وعليه ويمقاسما إلى حسن وقبيها alors tu vois l'إمام النووي dans son livre تهذيب الاسماء واللغات il a dit on a deux sortes de بدعة et le بدعة tout d'abord il a défini il a dit faire quelque chose qui n'était pas autant du prophète عليه الصلاة والسلام il a dit il a dit il a du bien il a du mal قال العزب qui a fait un rôle dans la guerre contre les mongol contre les tatar il a dit il faut l'exposer si il rentre dans les règles dans ce qui est obligatoire ça devient obligatoire si ça rentre dans les règles où on dit parmi les choses interdites c'est interdite c'est dans les règles où on la classe recommandée recommandée on la classe déconseillée déconseillée il faut l'exposer aux règles parce que dans l'islam avec ce qui est dans le quran il y a des règles il y a des kitab et sunnah il y a des kawaid c'est ce qui est comme il y a qui disent Allah 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 c'est haram il y a des gens au lieu de dire de faire un dhikr qui est juste ils changent au lieu de dire Allah ils disent Allah Allah alors ça c'est haram ça c'est interdit à par de de dhikr y dhikr il y dhikr il y dhikr Allah il y alors maintenant sur y nire par exemple on dit on dit za oui y n qu on fait lundi et je dit un dhikr après l'a مثل المغرب والحشة أعطى المرحمة ومن ألسل المناطقين أصلاف الله ، لا إله إلا الله ، أم الثاني فهو الأمر ، أو أو المال ، أو نفسه أو في رعب ، أو في عدد هذا يحرم الأن وحبيب هذا يقولون حرام لماذا ؟ على أن أعطى التي تقولون يقولون أنه لا يمكن أن نفعله لكن هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن أن نفعله هناك أشياء كثيرة النبي لم يفعلها وهؤلاء العلماء قالوا قد تكون واجبة قد تكون مستحبة وقد تكون محرمة قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار ما نصه قد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة على أهل الفرق الضالة وتعلوا من ناحو المفهم للكتاب والسنة ابن عابدين بغمي لحنفيت وقد في مرات الكثير من المحتار على الضر المحتار في الرواحدanton النبيjal الشيئيز 건ي كل شيء تدارع الواحبيين المعتزيلة ومثالت المحرميّة المحرميّة لفهم إذا كانت بصفة من الزمان لفهم لفهم إذا كانت قلت لفهم 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 الآن لفهم 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 في ذلك الى الأخيرة المزيدة ورادف يسميه بفتة الانهاجة بفتة الانكرة الصموارية لست أحدام Bauener الزماء وهذا يملك أول تقدربك بفتة المخطوف ہے؟ لا ولا تقدربك stickers الانهاجة سيلا معفتة المخطفية النتركي لا يمكنك استخدامه هناك الكثير من الأشياء ويقلون الآن ويستخدامه بأن يكون بحرارة في مصدر في المسجهة وَمُبَحَا يُخَطَوَسْهُ بِلَعَزِزِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبُ وَالثِيَابِ لا يُبَعَلَفَ يُخَطَوَسْهُ 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 يُخَطَوَسُهُ يُخَطَوُسْهُ وَإِنْ سَنَنْتَهِ لكنه فى الوفقه الوفقه غفظه وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَسَلَى اللَّهُ وَالَيْسَ وَالَهُ مُحَمَّدُ وَالَهُ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَتَ أَسْلِيمًا كَثِيرًا